بعد الاعتزال بدأت رحلة جديدة وهي تأسيس قطاع الناشين في نادي امبي بدأته من البداية ما شاء الله منذ اللحظة ابتدى سنة كم تأسيس قطاع الناشين في قطاع امبي ابتدى تقريبا سنة احنا النادي 85 و 80 هو ابتدى تقريبا 2002 2002 حاجة كده يعني ابتدى كان الكابتل نمام طبعا موجود وانا بحيوله برسله تحية هنا الكابتل نمام محيشن جدا بالكتير ما شرتوش بس هو يعني فعلا جلنا حلقة قبل كده الكابتل امبي اما تقول قطاع ناشين امبي لازم على طول تقول الكابتل امام محمدين لانه فعلا حد محترم وحد عمل شغل كويس او في الحقيق يعني فكان نكلفني انا والكابتل طري عبدالله المدير الفن 2003 ان احنا نلف مصر نبتدى نكون في القطاع وابتدنا فعلا قونا حوالي فرقتين ثلاثة يعني ابتدته الاول القطاع مش بكل فرق لا مش بكل فرق فرقتين في الاول اه فرقتين ثلاثة فرقة تقريبا وعشان تبقى فرقة تحت الفرق الاول عشان نحط فيها الناشئين يعني وابتدت هنا القطاع الناشئين ابتدى يتكون من ساعتها واحنا ابتدنا بقى نخش القطاع الناشئين بقوة كابتل محمدين كان معايا في حالة قال لي وحنا لسه بنبتدي المشوار وبنكون كنا بنحط النادي الاهلي برضو هدف لينا بنشوف النادي الاهلي بيعمل ايه احنا كان النادي الاهلي بالنسبة لنا تارجت عايزين مش نوصل له عايزين بس نبقى نقول نبقى ربع يعني احنا اللي نافعنا ان احنا استغلنا النادي الاهلي وابتدينا من حيث ما النادي الاهلي واقف يعني سألنا في كل الاتجاهات في النواحة الإدارية والنواحة الفنية والسطاب اللاعبين وكل الحاجات دي وابتدينا من الاهلي واقف فين ده اللي نافعنا عشان ابتدي صح ونافعنا فعلا الموضوع ده وإحنا كنا طول الوقت بنحب تملي بالنفس القوي وإحنا كمنطقة قاهرة أنا بأتكلم طبعا منطقة قاهرة عشان فيها أندية كتير قوية طبعا بس أنا بأتكلم في القاهرة كان النادي الأهلي بالنسبة لنا هو الهدف مجرد أن أنت تنفسه بس حتى إسما ده كان بالنسبة لنا هو ده الطموح الأولاني وكل ما الطموح بنحققه بنعلم بالطموح بتاعنا شوية هو ده اللي نفعنا يعني في القطاع